بدأت اختبارات القدرات للطلاب الجدود الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية والتي تجرى فعلياتها بالكلية حيث تبدأ بالكشف الطبي المبدئي وقياس الطول والوزن واختبارات القدرات البدنية واختبار 100 متر للبنين و50 مترا للبنات واختبار المهارة الرياضية وقد استقبلت أول أيام اللجان في الاختبار 160 طالبا وطالبة وقامت إدارة الكلية بمبادرة لتخفيف حرارة الجو بتوزيع زجاجات الماء المتلج على جميع الطلاب المتقدمين للاختبارات سعدادات الكلية لاستقبال أبناء للطلاب في اختبارات القدرات بدأت مع بدء امتعانات السنوعة العامة كنا جاهزين وحين بدء فتح باب التقديم للاختبارات من يوم السابت كان التقديم الإلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجماعات من تاني يوم بدأنا نستقبل الطلاب اللي عايزين يقدمهم عندنا في الكلية وتم تجراءات ورقية وتم تحديد أول يوم للامتحانات اللي هو النهاردة اللي اختبارات بالتنمى على يومين ووفقا لقرار المجلس الأعلى للجماعات